الغش في الاختبارات في الجامعة هو ليس في الجامعة فقط يعني وإنما حتى في المدارس يعني هذا الغش في الاختبارات والأسف يعني أنا ألوم الأهل أنهم يجب عليهم أن يربوا أولادهم على عدم الغش وأن يكرهوا الغش وأنه ليس من صفات المسلمين بلا من صفات الإنسان السوي أصلا اسمه غش اسمه خبيث أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وأما بالنسبة للدكاترة والمدرسين وكذا يعني هؤلاء لا يجب لهم أن يتساهلوا في هذا الأمر يعني أخبرني بعضهم أن بعض المدرسين دكاترة في الجامعة أو في الكليات أو في غيرها أنهم يتساهلون مع الطلبة في الغش وأنا عندي شبه يقين حقيقة أن الدكتور اللي يدرن والطلبة يغشون ويسكت عنهم أنا عندي شبه يقين أن هذا ما أخذ شهادة بالغش الدكتور نفسه هذا وإلا لو كان هذا الدكتور درس وتعب وعرف معنى الدراسة وعرف معنى السهر والاهتمام والجد والاجتهاد لفرق بين المجتهد وغير المجتهد لأنه لما كان طالبا لا يقبل أن يأتي طالب يغش ويأخذ أحسن من درجته بينما هو الآن يقبلها في طلبته وهذا من الظلم هذا من الظلم ظلم الطلبة الذين يدرسون عندما يترك الذين يغشون بل كان البعض يرى أنه ما في خاصة في هذا يسمونه الاختبار عن بعد أنه يقول ما أقدر فيضع أسئلة تعجيزية للطلبة يقول لأنهم يغشون هذا كلام غير صحيح أبدا يعني طيب اللي يدرس إيش ذنبه خل أسئلتك كما هي كما هي يعني ليست تعجيزية وليست سهلة أسئلة متنوعة لكن اللي دارس يأخذ درجة كاملة واللي غاش كيفة ذمته وإذا تستطيع أن تمنعهم من الغش أو تراقبهم مراقبة جيدة عن طريق الكاميرات وغيرها وتشد عليهم في هذا الأمر هذا هو الواجب وإن قصرت في هذا فأنت ملام عند الله و عند هؤلاء الطلبة الذين درسوا وظلموا عندما يأخذ إنسان ما يدرس يغش يأخذ درجة أعلى منهم بسببك أنت أنت ظالم وتتحمل هذا الأمر وكذا الأمر بمسبب لغير الدكاترة اللي هم مدرسوا التربية أو غيرهم الشاهد أن الغش لا شك أنه ظلمات في هذه الدنيا وأنا أنصح هذا الطلبة الذي يدرسون وكذا ويشوفون المدرسين يساعدون على الغش أو يتساهلون في الغش والغشاشين أنهم يدعون عليهم يدعون عليهم أن ظلمون وهذا الظلم فعلى المدرسين يتقوا الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر